الآن نحن نتحدث وقت قاعدنا الطهران اليوم أي إنه الرئيس الإيراني أصبح من الماضي ووزير الخارجية أصبح من الماضي وقبل لتسألني سؤال ثاني بس أردنبه انتبهوا شنو كانت آخر رسالة بعثها الرئيس الإيراني ووزير خارجيته إلى واشنطن وراح تعرفون شنو حجم التحول اللي راح يصير بعد غيابه الأهم الأهم اللي أنا دا أقول لك عليه إنه رأس كبير سينحر كأضحية لشغل اتفاقية القرن أو صفقة القرن صفقة القرن القادم بتصوري حسب تقاطع الأحداث الآن بعد اغتيال أو عفوا مقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته بهذه الطريقة أصبح الطريق معبد أمام نتنياهو الاقتحام جنوب لبنان وإعلان حرب مفتوحة ويا حزب الله تقول لي ليش؟ أقول لك لأنه آخر رسالة وجهها رئيسي وأنا عبداللهيان في البيت الأبيض كانت تنص حزب الله وجنوب لبنان خط أخمر لكن عمليا ورى يوم أو يومين منها يوم واحد تقريبا أو يومين من هذه الرسالة غادرنا الرئيس الرئيسي ووزير خارجيته الآن إيران عدها خمسين يوم لازم تجهز لانتخابات وإيران عدها أزمات داخلية وتيارات متصارعة وإيران خسرت من 2020 إلى الآن الهيكل الأساسي للقادة الأصوليين الثوريين العقائديين ابتداء من الجنرال سليماني إلى أبو الآزادي أبو الملف النووي إلى زاهدي إلى غيره وصولا الآن إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته إيران الآن أمام أزماتها فهي غير قادرة في مثل هذه الظروف أنه تواجه دفاعا عن هزب الله في لبنان في حال إذا دخل حرب مع إسرائيل وعليه أعتقد بأن إيران ستؤثر السلامة وتهتم بمصالحها الداخلية وهذا سيعطي فرصة إلى الحكومة العراقية وإلى الإسرائيليين أنه يغيرون قواعد الاشتباك بالمنطقة بمعنى أن الحكومة العراقية ترتني أكثر بمنطقة المصالح مع الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا والغاز والطاقة وطريق التنمية وتستثمر الآن رئيس الوزراء قدم موازنة مالة الخمسة وعشرين موازنة انفجارية بالمشاريع والاستثمارات يعني واعدة بالكثير هيوج من المشاريع هاي النوع من المشاريع ما ممكن يخطط لها السوداني والعراقي يستعد لحرب مع إسرائيل وعليه فهو رايح مع السعودية ومع الإمارات ومع قطار ومع الأردن ومع مصر ومع تركيا ويبني مصالح واضحة بأنها مصالح مؤانية مصالح طويلة المدى ويترك طالب الولي الفقيه يغرق وحده ووحده يغرق وحده 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 ترجمة نانسي قنقر